يمكن إحنا العنوان الرئيسي بتاعنا من التحرير إلى التعمير وإحنا بنفكر مع بعض بمنظور الاقتصاد السياسي عملية تحرير سيناء من هذا الإرهاب ذهابا إلى عمليات تعمير مش إعمار سيناء التعمير بمعناها الشامل تشوفها إزاي؟ أولا يعني جزء مهم جدا من الأرض المصرية كان مفقود ولما استرد يعني كان فيه طباطق شديد جدا فيه يعني ربطه بالوطن ونشر التنمية فيه وخلينا نقول إنه كان طباطق ما كانش فيه تعمد في الترك أو كده لكن الوضع الحالي بقى الإدارة الموجودة حاليا حابة تغير هذا الوضع بالكامل ومش بس بتحاول تعمر سيناء ده بتحاول زي ما بقوله كده تطبع الحياة في سيناء تخلي الحياة في سيناء زي الحياة في القاهرة بالضبط كده وبالتالي هتلاقي حضرتك إنه فيه نظرة مختلفة تماما لسيناء يعني بدل ما بينظر لسيناء على إنها منطقة نائية أو منطقة بعيدة أو منطقة صحراوية الإدارة المصرية عاوزة تغير هذه النظرة كليا عاوزة تقلب سيناء إلى إن هي يعني مرتبطة بالأرض المصرية بدون أي فاصل يعني الفاصل الطبيعية يعني اللي تعملت بعد كده القناة السويس عملتها وكده يعني عاوزة تلقيها ومن هنا هتلاقي حضرتك إنه فيه ربط شامل بين الأرض بين البر الرئيسي المصري وبين شي بيكزيلة سيناء بكل السبل مش بس كده بقى لحضرتك هتلاقي مشروعات التنمية وارك دا سيناء من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها وربطها كل الربطة دي بالبر المصري وعشان كده هتلاقي حضرتك إنه المشروعات طيلة كل حاجة تعليم ثقافة صحة آآآ مواصلات طبعاً يعني آآآآ comprar وأنا ممكن أعدد لحفظك بقى عشرات المشروعات يعني اللي اتعاملت في سينة خلال الفترة اللي فاتت دي واللي كانت سينة محرومة منها الفترات طويلة جدا 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 لدرجة أن احنا كنا بنقول أن التنمية لا تصل إلى الأطراف مش بس سينة الوحيدة أطراف الدولة المصرية كلها طب تلاقي مثلا الجنوب مفيش فيه تنمية مفيش فيه تنمية الغرب مفيش فيه تنمية تنمية مصبة على الداخل أو على المناطق المركزية في مصر يعني ترجمة نانسي قنقر